موسيقى مشاهدي صوت الساحل التونسي مرحبا بكم اليوم فريقنا حاضر في مواقبة لمنتدى التقارب من المدسة الوطنية للمهندسين ومحيطها الاقتصادي هذا المنتدى في دورته التاسعة يرمي الى انفتاح هذه المؤسسة نحو المستثمر مهما كان اليوم الدفع للاستثمار الخاص والانتصاب للحساب الخاص الطلبة في مدرسة المهندسين كيف يكونوا عناصر فعلة وانفتاحهم على المحيط الاقتصادي بحضور عديد الفاعلين الاقتصاديين أيضا ضيوف من تونس ومن خارجها جميع فعالية هذا المنتدى تتابعونها في التقرير التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 في المعارضة ومعرد التنسيحة نحن نجد منه ليجعل واقعي لدخل في المنطقة من أن نحن بسجارة إلى خلال خلال عامة من أجل وقالة لكن يمكن أن يكون مستوائي من نجد هذا المواجهة إلى مدرسة إلى مدرسة إلى مدرسة ومجد أن يتجاهل في مدرسة إلى مدرسة وماذا من قبل أن يتجاهل بالنسبة لي من المدرسة من إطلاق تعليم المدرسة في الدخولة بعد كامالات، لحشيون السابق قام بمن خلال سيق بشات عدد محدودة للمساق. مجشراً لحشيونستان مع جديد شارعات ، يعجب بشمل نفس الوضع للمساق. ليس جمعاً حصل على وسيستي حل تشاركية ، احساس لحشيون بالمجزئ بشني في يعجب بشمل نفسها من المحلات لحشيون أنه من بشكل انني نظر لذلك أنها بيشارة. كما يشكرون الى الفئة من المباركة المعاركة وكما يشكرون الى الفئة المعاركة بين ولكي أشعر بسيئة إلى السابق. شكرا للمشاهدة حضوركم في مثل هذا المتدام ماذا يمثل بالنسبة لكم وبالنسبة للطلبة أيضا؟ حضورنا أولا فيه رسالة تشجيع لطلبة تشجيعهم في الانطلاق في هذا الاتجاه الذي يدعم خلق المشاريع ويدعم خلق فرص لتشغيل بالنسبة لهم وبالنسبة لزملائهم أحنا وزارة التعليم العالي أطلقت هذه السنة نصوص جديدة تنظم الطالب المستثمر يعني يمكن للطالب أن يكون طالب ومستثمر فرد وقت يعني ينطلق معه مشروع بداية من ترسيمه في الجامعة ولما يتخرج يعني يكون عنده مشروع يخلق له فرصة شغل ويخلق أيضا فرصة تشغيل لزملائهم هذه المدرسة الحقيقة امتازت بهذا التوجه منذ سنين ونحن نحييه للمدرسة وكل القايمين على هذه التظاهر التي هي في دورتها التاسعة وكيف نقوله في دورتها التاسعة معناتها عندها نجاح وعندها استمرارية دعم مثل هذه المشاريع بالنسبة للطلبة والتعليم العالي هل يغير منظومة التعليم العالي أم يجدد فيها بالنسبة لاختصاصات أخرى أو بالنسبة للرقمنة ويدخول مثل هذه المشاريع والقدر على الاستثمار والتشجيع بالنسبة للطلبة في مختلف المجالات من حبش نحكي كان على مدرسة الوطني المهندسين أيضا هناك العديد من الاختصاصات نحرف الطالب يتخرج منها ما يلقاش حتى طموح ولا حتى إفاق متع تشغيل كيفيش دوركم منتما بيتجيع على هذه المنتديات في جعل الطلبة يقبلونا على فكرة الاستثمار والاتساب الخاص والاستثمار في المشاريع الرقمية نحن نأمل أن نتحول على الأقل الجامعة أو على الأقل مدارس الهندسة من مدارس تكون فقط لسوق الشغل إلى مدارس تخلق في رص الشغل عبر توفير تكوين في مجال الاستثمار ويعني حث الطلبة على أنهم يخرجوا ويعملوا مشاريع عوضا أنهم يخرجوا يلوجوا على الشغل نحن ندعم هذا التوجه ويصدد دعمه بصفة متواصلة حتى لن نخلق جيل جديد من الطلبة اللي ما يخرجش هو يقول خدموني يخرج وهو يقول أنا نحب نعمل مشروع باش نخدم ونخدم ألاف الناس نحن نعي أهمية الاستثمار في المشاريع المجدة اللي في بعض الدول قلب اقتصاديات يعني نجم ونذكر دول مثل كوريا مثل اليابان مثل صنغافورة يعني كانت انطلاق الاقتصاديات الكبيرة هذه بناء على تكوين جيل جديد من المستثمرين وجيل جديد من المبعثين المشاريع شكرا شكرا لك عارف المدب مدير المدرسة الوطنية المهندسين بسوسة عارف المنتدى ماذا يمثل بالنسبة للمهندسي المدرسة بصفة عامة للطلبة اللي الحضور متاحهم أكيد نجم نصوروه ونواكبوها من خلال الساحل تيفي الحضور بالجملة ماذا يمثل هذا المنتدى؟ هذا المنتدى هو يتعاود كل عام يعني موعد عنا ديما في أول أربعة في شهر ديسمبر نعمل المنتدى التقارب بين مدسة والمحيط الصناعي نستدعا فيها يعني من العالم لأجمع الناس خبراء في مجال معين الصناع التام هو بيوند يعني يقولوا نحن في العالم أنو الذكاء الصناعي يفوت يمكن للذكاء الانسان ولا ما يقدرش هده دي باي بش نحاولوا معناه نكتشفوا بعض التكنولوجيات الحديثة ومتوجها التكنولوجيات في العالم يعني المنتدى فرصة للطلبة باش يكتشفوا يتحاكوا مع شركات من عريقة في تونس ولا من خارج يعني فما ديستاند إكسبوزيسيون فما يسميوا إحنا إسباس كاريير فضاء يعني للفرص تاع الابتداب مثلا في استاج في البروجيت فندتوت في الخدمة بصفة عامة فما إسباس بروفيسيونيل نتعاملوا فيه مع الشركات المقربين اللي نحكيوا معا مع البرنامج على تكوين متاعنا وكيفاش نجبوا نطوروا برامجنا إحنا باش نواكبوا المطالب متاع سوق الشغل وفيه يعني زادة فرصة للطلبة باش يشوفوا يعني شخصيات كبراء على مياسنا عندنا سفير اليابان حاضر معنا يحدثنا كان يكلم فينا على التعاون بين اليابان وتونس في مجالات التبايد والطلابي وكذلك التكنولوجيات وإلى غير ذلك أكيد هذه فرصة باش تكون للطلب باش يتعرف أيضا باش يخرج من المحيط الدراسي لنحو تكوين فكرة مشروع اسمعتكم تحكيوا على الذكاء والقيمة المضافة معنى الصناعات القيمة المضافة وأيضا أنه الطلب يكون هو مستثمر هو صاحب مشروع في المدرسة الوطنية نحب أن نحيي المدرسة الوطنية للمهندسين وخصوصا بسلسة على دعم مثل هذه المنتديات والتقدم فيها باش يطلب بالحق تنظيم رائع احكام باش الطلب يخرج من مجرد متلقي للدروس أو للعلم إلى مجرد معنى إلى صاحب قرار ولا صاحب مؤسع لشيء في المستقبل نعم هو المدرسة عندها توجه يعني من أولويات متاعنا هو المبادرة الأنتروبرونارياء عنا فضاء احنا للانكوباتور توقعت في طور البناء لكن الانكوباتور كان موجود لكن ما كان مخصص لي ما كانش عنا كنا نستعمله في فضاءات أخرى في المدرسة هي فرصة للطلبة اللي بشي تخرجوا في العام التخرج متاحهم في الإطار متاع مشروع التخرج تكون لهم فرصة باش يعمل ستارتاب نحن نعطيه كل ما يلزمه نوفروله الفضاء كي أنه يعني شركة ستارتاب لكنه قاعدة في المنشروع التخرج بتاعه في نفس الوقت ينجم يكون في وقت التخرج بتاعه بالضبط الستارتاب متاعه جاهزة كما ينجم يكون مازال حاجة بشوية وقت نخليه حتى العامل العاملين بعد جي البروموسيون جديدة ويكون في آخر المطاف عنده شركة متاعه لأنه التكنولوجيات الحديثة توا يعني نقاو طالب مثلا يتخرج مش يخدم بيك عن سالير بسيط في شركة اخر يعم في الديفلوبمان ويمش يخدم للكونت برسونيل متاعه تكون لفرصة كبيرة باش يعني ويعني مش كما نجموش نقارنه يتوى هذاك التوجه يعني سوق الشغل احنا نخلقه فيه مش نمشي ونحوض اللوجو شكون يخدمنا الطالب متاعه شكرا سي عرف بركلافه مغير مسي شكرا بركلافه عسليما اني انسة شلي كوردينات خيس دو فرام دو كنفرجانس نيزو انتروبخيز ماذا مثل لكم انتم كالطلبة وكمنظمين المنتدى التقارب بين المدسة الوطنية المهندسين بيسوسا والمحيط الاقتصادي هو هدف اللي تتنظم المدسة الوطنية المهندسين بيسوسا والهدف متاعه ان انقربوا بين الشركات وانقربوا بين لزيلي فانجونيور وليزيتي ديون بشيرقوا محيط اجتماعي ومحيط اقتصادي فغابل انهم يكونوا يتعرفوا على شيف دانتروبخيز الديريكتور الغصور سيومان يعملوا دانترو تيان دون بوش يتعرفوا على المحيط الاقتصادي الهدف من الفرام تاعنا انه احنا نسهلوا عملية التقارب بين المؤسسات ولا تتلم ذا المهندسين تاعنا ماذا تنظيم كيفش كان؟ تنظيم المنتدى هو يكون من قبل المدسة الوطنية المهندسين بيسوسا الستوديوان دوليكو ناسيونال داجونيور دوسوسو الكل ينظموه نجيبوا دي امباسادر نجيبوا دي امباتي دونار نحضر معانا مسير الامباسادر دي جابان ان تونيزي حضر معانا مسير الديركتر جنرال دلانساني ومان سيومان حضر معانا مسير البرزيدان دي امباسي دي سوس بيانسور الانترويسي دي ما تدعمنا وهي تدعم لانترويسي دي سوسو الكل دونك التنظيم دي ما يكون نصنه 100% انيزواء من قبل تلمثة المهندسين بيسوسا شكرا برك الله يا عيشتك مرسي عسلمة عسلمة مرحبا بكم اليوم في الانيزو فوروم الانيزو انيزو انتخخيز الفوروم متاعنا مش كونتين متاعوا اوتسمارتينج هومانيتي مش نحكو فيها على كيفش الذكاء متاع الروبو والانتليجنس متاع الانوهال تكنولوجي تجم تفوت حتى الانتليجنس متاع العباد البيت متاع الفوروم ان نقربوا اللي تديوهم اللي فيه بروفشيونيل يتعلم انو كيفش يتعامل مع الشركات ما يمثلكم المنتدي هذا المنتدي هدا هو فرصة بنسبالينا باش نتعرفوا اكثر على الشركات الموجودة في سوق الشغل باش ناخذ فكرة خاطرة ليتديوهم واحد هكيك قرايا كهو ما عندو ما يعمل مايز مانا لازمو يتعامل كيفش يوغانيزي انغان افنون مانا لازمو يتعامل كيفش يتعامل يخدم تحت السرس لازمو يتعامل كيفش يخدم ضن زني كيب دونك هدا كستخي انترسوع مانا لازمو اللي افنونية شكرا عايشيك براكلام شكرا عايشي كاركلا شكرا. عسليما. مانيل غويلة. شايفة كيبرس في الفورم في الدورة التاسعة. تهم جديد التطورات التي نشوف فيها في العالم. لذلك الكلام ينبغي أن ينبغي أكثر 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 جديدة لتكن أكثر للتكنولوجيا الذين يتحركون على المستخدمات التي تتركون فيها انتحدث تكون ماتونا والممساة والممستخدم 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 التي تجعلها بفضل في اليوم يستمر في النوم من الحكومة تشعر كل مساً و تنجز على إنتراز والقنات желar مباشرة لللادية إلى المعرفة التي يتعرفون على المعرفة على المعرفة التي يتم إصدرون هذه المعرفة التي يستمرها و أنها تحت مناعنا فى المقارب لشهر أن يتعرف المعرفة و الوصف الأوصف بحاجة للتجارة والأمراهاية المترجم للقناة 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 إذن من المتدائيات تمكنها من المتيار والفلوس لتطور مدفع من المغرب بطبع ان شاء الله تشارك في الكمبيتشون لديك مبتشون روبوتية وذلك تصبح معنى مدفعوا في الانسابة لديك مبتشون اخرى هذا مكناعة ومعنى الهم الأهم من أن نتعرف اللي نعمل في الهاو مزد خاص الإخوة ظننا نعمل في الهاو مزد خاص يجعل درون الصناعات التنسية 100% بالكونترول دفول متاحها عنا سبونسور كما قلت لك يعمل فينا بتبيع بالرسورس بتبيع ونخدمو فيهم 100% عن تتوينسا عنا مولاج نخدمو مولاج نخدمو نخدمو كونسبسيون على CNC مع تنقصو الموديل متاع الطيارات ركبو ركبو دي درون متاع دي بروغرام معانتها باش لعبة تتعلم كيفش تطير اللي درون كيفش تطيرو عنا زادة الماشين CNC نخدمو دي ماشين CNC عنا خدم المانوريك تطلعنا موقع نفضل التي تخفونا في مكان ماضي ونخدمو بلي دفرف ماتريو التي دي موجودين في المنزيزة نخدمو سلم بيرك ركزي ماو سلم بيرك ركزي ماوري دي رنزيزي نزو نخدمو دي رنزيزي نزو ديjetيران شهر محباء لتعمدي منظل دي فحش تطيره تطير فيديوك تطير النظر نخدمو الوديه كما نقروف مع الزائعين. شركة عشرية تكبير تدريق أو حتى تدريق ثم نقروف مع الزائع من النظر الت qualquer ، إذن هذا المحدى هو العظيم أن نتحدث نحن نغريفها عندما يستخدم نحن نراحي الجانب ومن المشاركة في منطقة مجد جانبية , وترك منطقة مستخدمة ميكانية ، الإلكترونية ، كل مصنوي عليك نساني نفاده ، سن عملنا المثالات المنظات المتعلقة ، الإلكترونية والإنزاثية وعلينا نتحدث على الأشياء العالمية لقد نتحدث على الهتراضيات للمشاهدة معنا فى الأوروب في الأمريك مع البريزيل بارش حاجه انا دجا مانتونوا للاسرتفعاشiso 9001 اونا او دو لابل انترنشون الى بالتوفيق لكم كتالبه واشاالله ربي وفقك اشتركوا في القناة